صباح الخير لكل المشاهدين اللي نضموا لقلنا اللقاء تالي بيجمعنا معميرنا أبي عاد صليبة أمينة سر يازا يوروب فنحكي أكتر عن قنون السر الجديد اللي عم نحلم أنه يتطبق صباح الخير لقلك صباح النور دايما منتفق الخير بس نشوفكم نرجع بس نشوف الأرقام والأحصاءات خصوصا أنه بعدنا بأول السنة صارنا بثاني شهر من السنة والأرقام عن جد كتير بتخوي الحوادث كتير كتير الضحايا كتير وبعدنا ما تعلمنا وما رح نتعلم وما منطبق القوانين ما منبلش من حالنا حقيقة يعني أول شي بدي أقليك صباح الخير وصباح الخير لكل المشاهدين يعني اليوم عم نحكي عن أرقام عم نحكي عن ناس عم نفقدهم كل يوم على طرقاتنا حتى ما بقى عم تقتصر الشغلة على حوادث سيارات صارت حوادث مشات صارت حوادث الواحد بيكون قاعد بالمحل بتفوت علي العربية صارت صار فيه إينوفاسيون يعني صار فيه إشة جديدة بس برضو بظل يلي عم بيصير بالبلد كل يوم عم بيروح عنا قتلين ثلاثة وبعجيبة عم يقتصر العدد لهالقدة لأنه كيف الناس عم بتسوق على الطرقات وكيف هالفلتين وكيف ما حدا عم بحاسب كلهم عم بيقدوا أنه يصير فيه هالارتخة عند العالم وكل الناس بتفكر أنه الحادث ما بيصير لأليه أنا بس بدي أقلهم لهالناس اللي عم بفكروا هيك فيهم يكونوا هني الحق معهم وفيهم يكونوا أنه هني عن جد بيسوقوا منيح بس فيه أوقات أغلاط غيرنا هي اللي بتأدي أنه نحنا نفقد السيطرة على سيارتنا أو يصير معنا حادث يعني أوقات الواحد بيفوت بحيط بيكون ماشي يمكن بسرعة معقولة يعني 80 70 60 بس بطريقة الفوت بالحياة بتكون هي معقولة تأدي لأنه خلعة الرقبة خلعة الرقبة أما الموت المحتم يعني واحد ما يفكر أنه هو إذا ما تمكن من نفس وقته وواسق من حاله وصار له عشرين وثلاثين سنة بسوق مزبوط أنه فوق راسه مزبوط ما حدا فيه فوق راسه خيمة خاصة يلي أنه بتشوف الناس يلي دير من دارك ما حدا عم بيلتزم بشي يعني بعدم وجود المراقبة من قبل الدولة والمحاسبة لأنه هلأ بقولولك أنه في مراقبة بس ما في محاسبة يعني بقولولك عم بيعملوا خمسة آلاف مخالفة بنهار بالكم شهر وفي سورفيانس بنهار وبالليل على الرادارات نحن نقبل نعم عم بقول صدقت إيه لا لا مزبوطة بس هي وين شغلة عم بتصير أنه الناس ما عم بتعرف فيها لهالمخالفات يعني إذا أنا عتبر مكرا بتوصلهم بعد ست سنين على البيت بعد ست سنين هيدا مع الانتراي المفروض تدفعيها للدولة وبتعرف أنه مال الدولة ما بيروح لمطرح الدولة بدأ مصرياتها دونك مشان هيك نحنا من ناشد من هلأ كنا شفنا أنه عن جد القانون السير الجديد أو حتى القديم اللي نحن عم نطالب بتطبيق حيال لأي قانون على الطريق بس تكون فيه رادي على الناس أنها ما تسرع أنها ما تروح عكس السير أنها ما تعمل حمولة زيدة أنها تكون عم تعمل المعينة الميكانيكية بضمير يعني أعرفت كل هالأشياء وأنه ما يكون فيه عدد ركاب زيادة بالسيارة من ماليزيوم دراجية النارية اللي هي من أكتر الأخطار بالبلد أنها تكون عم تلتزم بالقانون لأنه القانون بيطبق عليها متل ما بيطبق على السيارة يعني كل هالأشياء اللي بديهية لأينا نحنا يعني الناس اللي مطلعين نها شوي على القانون على قانون السير الجديد على قانون السير القديم عرفت تصير أنه تعرفي أنه إذا أنا عملت هيك عم تكون عم خالف طيب خليني عن أناعة أن أكون عم تطبيق القانون قبل ما يجي حدا ويلزمني هالقدة بتطبيق القانون وكون أنا يعني كأنك أنت مش معودة تقعد بضو كتير قوي وفجأة جيت من العتمة وقعدت بالضو رح تنبهري ورح ما تعرفي كيف تتصرفي زيت الشي نحنا بالقانون مشان هيكي مندهي العالم كله أن تفوت على سيت اليازا اليازا.org وتقرأ القانون الجديد وإذا في شي بيحبوا أنه يستفسروا عنه يتصلوا فينا على المكتب أو يبعثوا إيميل أو شي لحتى أنه يكون في عندهم فكرة قبل ما يبلش يتطبق هالقانون إذا يا رب شفني تطبق أنه على القليلة يكون في عندهم فكرة لحتى ما ينصدموا ويكونوا عم بيقتنعوا فيه للقانون أكتر من شي مين مستفيد من عدم تطبيق هيدا القانون يعني مرات عن جد بجرب يعني علامات استفهيم كتير وتعجب يعني هلأ ما بعرف عم بيختر لي كل العلامات الموجودة يمكن بس فكر أنه عن جد مين بيستفيد من عدم تطبيقه لأنه بعتقد حتى هن الكبار السياسيين المسؤولين اللي ما عم بيقلوا قرار تطبيقه عندهم ولد عندهم إخوة عندهم عيال عندهم أصدقاء وعن جد ما حدا فقرة سخيمة يعني ما حدا أنه ما رح تصير معهم محمة كلنا بالمية مية يعني مين بيستفيد ما بعرف صراحة ما بعرف في أشياء هام عندهم ما بفتكر في شيء أهم من كارثة اجتماعية عم بتروح ألوف أو ميات الشباب بالسنة أكتر من أيام الحرب الأهلية باللبنان يعني يعني يومين على مواقع التواصل الاجتماعي عم تشوف ضحايا حقيقة يوميا حقيقة يعني مش عم نحكي ضحية واثنين عم بتحكي تلات ضحايا وعم بيقلي كمار ميراكل عم توقف الشغلة بهالقدة عدد قليل أراد تشوفي عن جد حادث وبقولوا أنه طبع كيف ضمن بس تشوفي العلكة حقيقة السيارة مثل العلكة هيدا هيدا بعد ما حكينا عن الإعاقات الدايمة بعد ما حكينا عن الكارثة الاجتماعية اللي بفوتونا فيها نحنا كمجتمع يعني اليوم نحنا موجودين ببلد بس نحنا عنا واجبات تجاه البلد يعني اليوم نحنا مش عايشين لحالنا في أهل ربونا نحنا في البيباك يعني مفروض نردلهم جميل للأهل مش نصير عبق عليهم الدولة وبلدنا نحنا ربينا فيه وتعلمنا فيه ولازم نردلهم شوي من أنه نعطيه نحنا الانبوت تبعنا يعني الفالور أجوتية تبعيتنا نحنا إذا نحنا جينا صرنا معاقين أو صرنا عبق على المجتمع يعني مش بس ما ردينا له شي صرنا عبق عليه أكتر يعني اليوم حضرتك عم تسألي مين مستفيد الأول أو مين المستفيد بالمطلق صراحة ما بقدر إليك أنا كفرد بالمجتمع ما في شي بيعطي جيستيفيكاسيون ليش هالبلد هيك حقيقة يعني اليوم كلنا بنعرف أنه السويقة هي أول وجه حضاري البلد فيه يعطيه للناس اللي عم تيجي تزوره اليوم كتير صار سيط لبنان برا أنه بتكون تروحوا على لبنان بس انتبهوا بسوقوا مثل الخوتين يعني مش بس بس بسوقوا مثل الخوتين وبيقتلوا مثل الخوتين يعني إذا بدك سقفيا وحضريا نحنا راجعين لورا وبعدين نحنا بين بعضنا جوا هل قلت الاحترام بين بعضنا هل إذا اليوم قطعت حدا وقالك ميرسي صارت عجيبة صارت أنه اف والله بعد في حدا عنده زوء هيك ما في أتيكس يعني أتيكس عن جد معدومة دونك هل هي الحرب يلي ما قدرت قتلت حضارة لبنان عم بيعملوا علينا حرب هل قد بيردي وهل قد بصري على الكلمة بس هل قد واطي الحرب يلي عم بيعملوا علينا أنه هل قد عم بيربحوا يعني اليوم ما قدرنا نقتلكم بالأزايف ولا بالتقنيس ولا بالسيارات الملغومة دونك إذا بتقتل حضارة شعب قتلت من بكرة بيو يعني اليوم ما حدا فيه يقول أنه اللبنان هو بطبيعته ما بيحب القانون طب ليش وقتا لكن أو بيروح على دبي أو على الفرنسا أو على أمريكا بتلاقيه مثل الساعة بيمشي ومثل الساعة بيطبق القانون لأنه لأنه الزبط مش ثلاثين ألف دي جاك يعني هاي دي أول شيء دي جاك بتواجه هلا بقانون السال الجديد هيك لازم هيك بقانون السال الجديد ومش أنه بيتبرطل وبينمح المحضر الزبط إذا عنده واسطة الشخص يعني أنه يكون عن جد العقاب بيستيهل بيحروز حقيقة هو بيحروز لأنه إذا ما موجعت جيبة المواطن بطريقة حتى تفهمي أنه القانون معمول لحمايتك مش للأهر مرة بتدق بالجيبة خلاص بيتعلم أنه لا مظبوط هذا شيء أنا ما لازم أعمله لحتى ما أنضر على كل الجهات دي جا جايبة طبعا أنتو مشكورين أكيد كل الجمعيات عن جد اللي بتهتموا بهذا الموضوع لنشر التوعية دايماً عم بتبلشوا ويمكن هاي الطريقة الصحيحة للنغ ترم نعم يعني للاهداف للمدى البعيد هلا أنا بعلمك حرا بس بس أنا مرات بيستفزني منظر أهل أو مثلا شوفير باس بس معه تلميذ صغار عم بفرجين أنه هو فيت عكس السير وأهل عم بيكونوا موجودين بالسيارات حطينوا ولادهم قدام معهم بالمقعد نعم يعني بتجاني معتة يعني بحس أنه ما في أمل حقيقة ليش ما بيكون فيه كمان من حضرتكم من اليازم من غير جمعيات محضرات مش بس بالمدارس كمان بشركة بمؤسسات كبار لحتى حتى الأهل يعرفوا أنه يعني برأيك في أهل ما بيعرفوا ما بعرف يعني أنا ما بفتكر ما هي هي ما بفتكر أنه بركة بدهم هيدا الويكاب كل بركة بدهم يمكن صور شباب راحت بعرفهم الأمور اللي بتعملوا فيها مرات شوكات بتنقز شوي يمكن بتفيدهم لهول العالم اللي عم تكونوا مش مستنصالح أمام أولادهم 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 نعم تصديقا لكلامك بوقتها بأوروبا كانت أول فترة عم بيكون فيها توعية بطريقة الدعيات المالد يعني الخفيفة لقيوا أنه ما في نتيجة أنه بعض الناس ما عم تستوعب خطورة الأمور قاموا بلشوا بالدعيات الشوكات يلي حادثك عم تحكي عنا يلي ببلشوا يفرجوا دم بيفرجوا الحادث كيف معقول يكون عم بيصير مع كيف الناس اللي بقلب العربية عم بيصيروا بقالية سرعة ومعقولي حقيقة يعني نحنا عم نبلش فيها هيد الفترة مع أنه كيف إذا بدي أقلك يعني الريبركيسيون يعني كيف كانت بلوتو أكتر كانت نيغاتيف يعني ما كانت العالم تشوف الدعاية لا لا ما بدي أشوفها أكتر مع أنه آه بدي أشوفه أتعلم أنه مع عامل هيكي خاصة أنه الناس اللي دجا منهم بحاجة للتوعية لأنهم عندهم الواعي الكافي والناس اللي لازمها توعية تلات تربيع الوقت منا قاعدة عم تتفرج آه هيك معقولة سير فيه أو لا مش معقولة سير فيه مشان هيكي الردع بدي يكون من قبل الدولة لحتى أنه شاب أنت عم بتقبل موتو على هذا الوتوستراد هيدا مش بس خطر لقلك ومش بس يعني ما ما وعرف أقول الكلمة عبكرة عن جد عيب يمكن أنه فيه يعني سودي بس أنه يمكن الحيوان الواعي الحيوان دجا بالمطلق ما عنده هاله هالتصرف هالقدة الصبياني الأخوة يلي فيه بيتكة بحجرة صغيرة هالقدة يقلب ويخرب بيت حدا يخرب بيته ويخرب بيت حدا يعني هو يخرب بيته ويقبه غير محل لحاله بمطرح مع ذو الراس عم يخرب بحياة غير أخرى إذا بدي أرجع لموضوع يلي حضرتك أثرته تكتبع الولاد بالعربية يعني اليوم فيك شريحة كتير كبيرة من العالم صار عنده الوعي الكيفي تعرف أنه الولد ما طرحه ورا بالكرسي المخصصة لعمره ولا وزنه وبدو يكون محطط له سنتيور ما طرحه حتى مش على الكرسي قدام حد السائق ولا بحضن السائق يعني هيدا المنظر يلي حضرتك عم تحكي عنه عن جد بي أنا ما بعرف إذا هو الأهل بحبوا أولادهم بصير عندي عنجات شكوك حق معكي وبستغرب أنه مثلا بالجاردوني مطرح حتى ابني لهو مفروض تكون جاردوني مرتبة بمطقة مرتبة باعتقد أنه الأهل كل الأهل يعني أكتريتهم مفروض أنه يكونوا مسقفين معلمين يعني مع احترامي أكيد لكل شرائح المجتمع بس باعتقد لازم يكون في مستوى واعي أكتر بشوف أميات وبيت جاي نياخد أولادهم بكون أنا عم موت وعيش لأعيش قاعد أولاده ورا بالكارسيت ومعي ولدين وثنيناتهم يعني بتعرفي وقته يعملوا هيك مبعد فيك ومش ممكن أمشي قبل ما يكونوا محدودين بشوف كيف بطلعون هيك يعني اثنين اثنين ليقعدوا قدام حدهم حقيقة بوقفون قدام خاصة عنجد ما بعرفوا الأهل إذا بحبوا أولادهم بالمية مية بتعرفي فيه في كتير أوقات نحنا ما عم نقدر نحط أولادنا بالكارسيت ما بيقبلوا بس مين أهل مين أنتو ولادكن هن أهل لألكم أما أنتو الأهل طبع هالولاد يعني وين سلطتكن يعني اليوم إذا مسك سكينة أو خنجر بالبيت أو مسك أمبلي أو مسك فرد بتخلوه أنه لا لا ما علي ما فينا نحنا نصدموه أنه لا صدموه لا ردعوه لا فهموه ليش يعني اليوم الولد إذا بيتفهم ليش كتير مهم يعني تعرفي حضرتك أنه عندك أطفال وبتعرفي أنه اليوم ما بديك تخليه يدقر الشغل بتقوليه اليوم مثلا لا ما تدقره لأنه الماء يصخني ما تدقر الماغ لأنه الماء يصخني ما تدقر هذا الأزيز لأنه بينكسير وبيجرح لك إيدك أنه اليوم تفسير كتير مهم يعني ما بق فيه ولاد ما عنده واعي ما بق فيه ولاد ما فيه عنده زكا ما فيه ولاد ما عنده إيفاي اليوم والد عمره ست سبعة شهر بتعطيه التليفون صار بيعرف أنه بتزيح الأكران هيك أو بتفتح الأبليكيشون بهذا الطريق يعني نحنا لقلنا هيدا تكنولوجيا بس لقلهم هني خلقوا معه يعني ما أنه هيدا هي هيدا كيف نحنا خلقنا مع النونوش يعني أعرفت دونك الولد أنت بتربيه أنت أهله مش العكس دونك دونك فيه أوتوكارات مدارس مثل ما حضرتك قلتي جمد مود بس أنا بس الحالي ونحنا بليازة كتير من يجينا اتصالات شفنا أوتوكار من مدرسة طفلين العائلتين جايب تليميز عم بسوق بطريقة متهورة يعني شغلتين منتلشين على المدرسة يا هنه مسؤولين لا فيه كتير مدارس بيكونوا هنه مسؤولين بس فيه طريقة تانية بيكون هنه هنه شوفرية هنه مأخدين يعني كيف بقولوا فريلانسر أنه بيجوا بياخدوا الأطفال هونه مسؤولية المدرسة مسؤولية الأهل يلي حطين أولادهم مع هيدا الشخص لحتى يكون فيه يعني مساعدة بين بعضهم لحتى يقدروا فريموا ويوقفوا هالكارثة شكرا كتير لحضورك معنا مرسي لأليك أبي عاد صليبة ويعتيكم ألف عافية كل جهود اللي عم تقوموا فيها على أمل أنه لقاء بعد لقاء يكون فيه هيك فسحة أمل عم توسع وعم تكبر بهذا الموضوع بالذات لأنه هنجد بهمنا كتير هنجد أنه ننتشر الوعي إن شاء الله إن شاء الله مرسي بكوك مشاهدة أحد وقفها لا مع فاصل ما تنسوا أنه دايما بتمام الساعة تسعة الخمسة دايما سحر بتطلع عليكم مع فقرة الأبراج حظوظكم 12 لليوم وأكيد اسم اليوم مولود اليوم يلي من عيده كمان بدي خص بالذكر اليوم لارا الهاشم الشيخة لارا بدأليكي نعاد عليك لارا وإن شاء الله كل إيامك حلوة وكل شي بتعملي تكون فيه ناشحة فاصل ومتابع بقى لقاءاتنا ما تنسوا كمان اليوم في عنا فقرة تغذية مع كارلا فارتانيون خلال لقاءاتنا وأستثنائيا اليوم رح نختم بتمام الساعة 11 بدل 11 منوص لنقل وقائع أديس عيد مار مارون خليكن معنا دايما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة